متابعي قناة إنفوتكفريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنستكمل مع بعض الأفديتس الجديدة من شركة بريبلاكس تي واللي طورت في أوائل عام 2025 محرك بحث مبتكر مدعوم بالذكاء الاصطناعي اسمه سونار يمثل تقدم كبير في تكنولوجيا البحث وصمم هذا المحرك على الأخص للمنافسة مع شركات الكبرى زي جوجل أهم مميزات سونار وهو السرعة بيعالج سونار حوالي 1200 برامتر في الثانية وبالتالي يقدر ينشئ إجابات فورية بشكل تقريبي ثاني حاجة التكنولوجيا تم بناءه على نسخة معدلة من نموذج لما 3.370D من متا وبيستخدم رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة من سري براس سيستمز الإصدارات دي جت علشان الآتي أولاً عشان تلبي الحاجة إلى زيادة قدرات البحث الأساسية وتحسين الميزات عشان يقدر يعمل بحث أعمق وأيضاً عندنا نموذج سونار ريزونينج وسونار ريزونينج برو والتنين عبارة عن نسخ للاستدلال أو للريزونينج ولكن البرو هي نزخة متميزة أكتر أولاً سونار بيجمع ما بين تقنية الذكاء الاصطناعي والقدرة على أن هو يستخرج المعلومات الحالية من الانترنت بشكل دقيق جداً أولاً الدقة بتاعته عالية بلغت حوالي 0.85 على معيار سيمبل اللي هو question and answer وكلمت عنه في الفيديو السابق وأيضاً بيقدر أن هو يعالج طلبات معقدة بسياق يصل إلى 200 ألف رمز نقدر نقول أن سونار أظهر نتائج كويسة جداً من رضى المستخدمين عنه تفوق على نمازج زي GPT-4O Mini وCloud 3.5 HiQ وبدأ يطابق أو يتجاوز أداء النمازج الأكثر تقدماً زي GPT-4O وCloud 3.5 Sonnet بتاريخ 18-2025 شركة بريبلاكسي كمان أعلنت عن Open Source Model وهو R1-1776 هو عبارة عن version من DeepSeek R1 Model تم تدريبه على DeepSeek R1 والجميل بقى أن هذا version مش عبارة عن Distal Version أو نسخة مخففة هو له نفس الcapability والإمكانيات بتاع DeepSeek R1 بعكس النمازج اللي بيتم استخدام مثلاً بيز موضل معين فيها دايماً بتكون كفاءتها من زي كفاءة النموذج الأساسي ولكن هذا النموذج كفاءته زي النموذج الأساسي لكن كان الغرض منه أنه هم يخلوا هذا النموذج غير خاضع للرقابة يعني غير خاضع للرقابة نموذج DeepSeek R1 في بعض الأسئلة مش بيجاوب عليها إطلاقاً وده لأنه هو مصمم أو متدرب بهذه الكيفية عشان كده R11776 مختلف تماماً هو نفس إصدار DeepSeek R1 ولكن مفيش رقابة عليه ويقدر يجاوب على أي سؤال من الأسئلة اللي ما كانش بيقدر يجاوب عليها أو ما كانش مدرب يجاوب عليها أو ممنوع من الإجابة عليها DeepSeek R1 ده بالنسبة لهذا الموديل الموديل ده Open Source وموجود على Hugging Face حاطت لك الرابط في الوصف أسفل الفيديو وهذا النموذج كما قلت لك هو نموذج غير مفلتر وهنا ده زي ما احنا شايفين عبارة عن شارت بيوريك أداء R11176 في الإجابة على الأسئلة بدون أي رقابة أو يكون فيه restricted بعض الأسئلة ما بيرضاش يجاوب عنها بالنسبة للجي بي تي فور او بالنسبة لأسري ميني وكلوت 3.5 صونيت وشايفين طبعا ديه سيك أر ون أكثرهم زي ما قلت لك بالنسبة للبرفورمانس أو الأداء بنشماركس بالنسبة بقى للكودينج بالنسبة للساينس بالنسبة للماث بشكل عام إن جنرال أداءه مقارب جدا لديب سيك أر ون أو تيبيكال ديب سيك أر ون زي ما احنا شايفين بنفس الكافاباليتز فلذلك يعتبر جيد جدا جدا مقارنة ببعض النماذج الأخرى الداستل اللي بتكون بتريند أو مدربة على النموذج الأساسيال لو حدب إن انت تجربه في بعض الأسئلة اللي ما كانش بيجاوب عليها ديب سيك أر ون تقدر إن انت تجربه من خلال بريبليكستي لابس حاطيلك الرابط في الوصف أسفل الفيديو وتقدر إنك انت تختار أر ون ون سيفن 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 سيكس من دروب داون ليست وجميل كمان إن انت عندك سونار برو وسونار وسونار ريزونينج برو وكمان سونار ريزونينج اللي إحنا هنجربه دلوقتي مع بعض ونشوف إمكانياته وفي حاجة عايزة ورهيلك قبل ما ننتقل للبلاي جراوند إحنا مش هجرب بصراحة الأر ون ون سيفن سيفن سيكس فيه الريستريكتد كوستشن يعني الجزء ده أنا ممنيش إطلاقا وأعتقد إن انتو برضو مش هيهموكم بشكل كبير لذلك إحنا هنركز النهار دا عن الريزونينج موديلز الخاصة بي سونار بلاتفورم نشوف إمكانيات هذا النموذج عاملة إزاي أول ما بس هرجع لي بريبليكستي AI عشان نبص مع بعض على جزئية مهمة جدا لو تفكروا لما كنت شغالة على الديب سيرش الخاص بالتوب AI أبليكيشن لما كنا بنجرب خاصية البحث العميق قلتلك إن انت ممكن تحت تيجي تعمل ريرايت لو دست على ريرايت ممكن يقولك إن الأنسر دي ممكن تستخدم فيها سونار دا اللي هو الموديل اللي تستفاصت موديل ناكلمتك عنه ولو أنا اخترته حالين هو موجود في البروفيشنال مش موجود في الستاندر اللي هو الفري بلان طب إحنا عايزين نجربه فعشان نجربه هنجربه فيه بريبليكستي بلاي جراوند طبعا هو محدود في الاستخدام ولكن هروح نشوف الأداء بتاعه رجعنا مرة تانية لبريبليكستي لابس على البلاي جراوند طبعا أنا أجرب النماذج الموجودة داخل بريبليكستي لابس هبتدي بالسونار هنا هقوله count the number of L letter الموجودة في هذه الكلمة وحادوس enter هنا ال L وكيرز أربع مرات فعلا أربع مرات طبعا لو سونار جاوب بيبقى أكيد الريزونينج والسونار ريزونينج برو حيديك نفس الإجابة أكيد طبعا يعني بس هي طريقة حتختلف فيه مثلا هي طريقة التفكير أو الثينكينج لأن دا ريزونينج ماضل سونار ريزونينج هنا حيبتدي يقسم الكلمة يعمل لها بريكداون كده منظر ده وهنا في الآخر يقولي فيه 4R زي ما إحنا شايفين طب تعالا نجرب حاجة تانية هنا هستخدم السونار ريزونينج برو وحقولي create a playable piano keyboard using hml and css وحدوس enter لاحظ هنا عدد السواني اللي بياخدها وبيستهلك ال da tokens في a second هنا خلص كتابة الكوت هقوله put all codes in single file يعني هنا عطاني ال hml الوحد والcss الوحد وكنت طلبت منه كمان ضفت ال javascript فحطها لوحدها هبتدي ان انا اخد الكود copy من هنا هروح على html.onlineviewer.net ده اللي هو المفروض افضلهم هنا هي مش فهمة ايه ده بالضبط يعني ده بيعمل ايه يعني مسلا ممكن يكون ده بس يعني الكيبورد بصراحة بدائية قوي شايف انها ما عجبتني اش يعني كلنا جربنا المثال ده بدي بسيك اروان وعطاهولي حلوة قوي تعالى نشوف مثال تاني هجرب المرة دي الصنار ريزوني وحجرب الصنار ريزوني جبرو عشان اقدر ان انا اقارن ما بينهم هنا هنا create a front end for a taking notes app I can add a colorful sticky note اعطاني الكود بسرعة حلو جدا حيحطه في single text file هاخدو copy خطيدي اروح على ال html viewer add note note title reminder one note content اكتب اي حاجة مروى green create note حلو قوي النوت sticky note معمولة بطريقة حلوة اقدر اعمل delete هرجع تاني ادوس add note هنا المرة دي هسميها reminder two هنا مثلا ممكن اقول task one هخلي purple create note حلو جدا عجبني جدا الطريقة اللي عمل بها stick note تعالوا نجرب مع بعض pro ونشوف امكانياته عاملة ازاي يعني هستخدم نفس الامبال المفروض sonar reasoning pro اقوى كمان من sonar reasoning ونشوف امكانياته هنا ما نفس الكود هنا في مشكلة في الكود هقوله هنا حولني على preplex t هقوله fix the code روحت ال preplex t عشان يعملي fix the code هاخده copy وقادي النتيجة عملي fix the code انا شايفة ان ال pro ممتاز وال reasoning المرة دي كانت النتيجة مش حلوة وممكن نقول ان sonar pro كويس جدا في الكودنج sonar reasoning pro مش جيد مش شايفة حلو بصراحة مع ان المفرد ان يكون افضل طبعا ال API متوفرة لهذه النمازج حاطلك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو اللي حابب ان هو يعمل integration مع واجهة التطبيقات ولكن انا انصحك انك تستنى شوية وتجرب كويس جدا النمازج المختلفة وطبعا في ناس متخصصة اكتر مني في موضوع الكودنج تقدر انها تجرب بنمازج اخرى وتشوف النتيجة انا هنا ممكن اقوله give me the most powerful LLM reasoning model in 2024 هنا اعطاني open AI O3 mini المست powerful وبعد كده حيكون وين اعطاني مقارنة ما بين O3 mini وجراكس ريبيتا وO3 زي ما احنا شايفين تعال نجرب ال sonar pro ونشوف نفس السؤال ده مش reasoning model اجابة مختصرة ولكن شايف ان هي ايضا جيدة based on the provided information the most powerful reasoning model هو open AI O3 mini وهنا بيقولي يعني الاسباب وبعدين في الاخر خالص بيقولي الموديل الثانية زي جراكس ريزونينج بيتا وديب سي ار وان شو بروميس يعني بروميس في الفترة الجاية ولكن هو شايف ان O3 mini appears to have the best combination هنا قال لي ال O3 mini وهنا كمان كلم عن جراكس ريزونينج ايضا اطار المراضي السنار ريزونينج برو يمكن يكون في الدرداشة المباشرة افضل من الكودينج هنا الاجابة كانت التالي the most powerful reasoning model هو open AI O3 mini هنا سونار ريزونينج برو وسونار برو وسونار ريزونينج مجتمعين على ان O3 هو الطاب هنا هبتدي يكلم عن الثري مودز اللو والميديام والهاي فهنا لو خدت بالك هتلاقي الموضوع في استفادة شوية في الشرح هنا حيقارن ما بين O3 mini وديب سيك أر وان وجيميناي فلاش تينكينج فطبعا انت شايف الفرق اعمل ازاي ما بين التالتة اكيد الافضل هو سونار ريزونينج برو فممكن نقدر نقول انه هو افضل في دايريكت شات زي ما احنا شايفين دعنا نشوف مع بعض اخر حاجة النهاردة هبتدي الاول ابتدي باول واحد خالص وهو سونار اول احمد من المفترض ان احمد سونار العادي احمد تمام احط نفس السؤال ومع سونار برو حيبقى مفصل حاجة بسيطة وحيقول لي ايضا ان احمد عنده اربع اخوات ثري سيسترز and one brother شايفيني الاجابة محسنة اكتر هرجع تاني نفس السؤال ولكن هستخدم الريزونينج وحادوس enter ده ريزونينج موضل ففكر عطاني في الاخر احمد has one brother and three sisters نفس السؤال ومع الرو عندي احساس انه هيتفلسف كتير one brother تمام وهنا عطاني للموضوع زي ما قلتلكم وفي الاخر بيقول لك احمد عنده three sisters and one brother في الاخر بعد ما شرح لك الموضوع ماشي ازاي وفصل لك بقى الموضوع اكتر احنا نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة ياريت تجربوا طويل رأيكم في التعليقات بحب جدا اسمع رأيكم بسفيد جدا جدا من التعليقات والفيدباك كتير جدا واحد ياخد بالو النقطة من ممكن يكون وكانش واخد بالو منها من قبل وده بيساعدني بشكل كبير جدا زي ما قلتلك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد اشتركوا من متابعين الاعزاء متنساش لايك وشير وكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة